اشتركوا في القناة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الكلام حول معاني أسماء الله سبحانه وتعالى فإن لله سبحانه وتعالى أسماء حسنة ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وبعض هذه الأسماء كما تطلق على الله سبحانه وتعالى فيسمى بها كذلك تطلق على المخلوقين مثل الملك الملك من صفات الله سبحانه وتعالى ويطلق على المخلوقين ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني ملك مصر مثلا وهكذا أسماء أخرى كالسميع والبصير وما إلى ذلك ذكرنا في الأيام الماضية بعض الروايات في هذا الجانب وبحث اليوم في رواية يرويها الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الرضا والإمام قبل أن يبدأ في بيان الفرق في المعاني بين أسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء المخلوقين يقدم مقدمة وهذه المقدمة حول أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وأنه خالق الأشياء وأنه قديم ولا قديم سواه معنى الأول أنه قديم لا يسبقه عدم أما المخلوقات لم تكن ثم كانت ومن المعلوم أن الشيء الذي لم يكن ثم كان يحتاج إلى عل في إخراجه من العدم إلى الوجود لا يُعقل أن يوجد الشيء صدفة هذا العالم لم يكن موجودا ثم كان هل يمكن أن يوجد صدفة كلا لا يُعقل أن يوجد الشيء من العدم وبعبارة أخرى لا يمكن أن يكون العدم علة للوجود لأن الشيء لا يكون علة لنقيضه وهذا أمر قطع النظر عن الإصطلاحات العلمية سواء في الكلام أو في العلوم الأخرى هذا أمر بديهي يدركه كل إنسان حتى الطفل يدرك أن الشيء لا يمكن أن يوجد من غير علة لذلك يبحث عن العلة إذا وجد شيئا ما هو العلة في وجود هذا الشيء إذن الله سبحانه وتعالى هو القديم أما المخلوقات ليست بقديمة وقد ذكرنا فيما مضى بعض الأدلة على وجود الله كان من تلك الأدلة هذا وهو أنه هذا العالم لم يكن موجودا وجميع العقلاء يقرونه بذلك إلا الماديين الجدد الذين ذهبوا إلى قدم العالم لما لم يتمكنوا من الإجابة عن هذا البرهان فإذا العالم لم يكن موجودا ثم كان ومن بديهة العقل لا يمكن أن يكون أن يوجد الشيء من غير علة فلابد أن يكون له خالق ذلك الخالق لا بد أن يكون الأول يعني أن يكون القديم الذي لا بداية له لأنه لو ذاك أيضا كان له بداية نسأل لم يكن موجودا ثم كان كيف خرج من العدم إلى الوجود فإذن لازم الخالق يكون الأول يكون القديم بمعنى أنه ليس مسبوقا بالعدم ولا يصح أن نقول لم يكن ثم كان فبناء على ذلك الله سبحانه وتعالى هو القديم نعم الماديون الجدد عندما عجزوا عن الجواب عن هذا البرهان اضطروا لأن يقولوا بأن المادة هي قديمة لكن إذا كانت المادة قديمة يقولون ليست لها علا كما تقولون أنتم الله ليس له علا نحن نقول المادة قديمة وليست لها علا لكن يصطدمون ببرهان آخر البرهان الآخر أن هذه المادة متغيرة هم هكذا يقولون في العلم الحديث والماديون يستشهدون بذلك أيضا أن العالم كان كذرة مادة واحدة كذرة ليست لها بداية ثم حدث انفجار هذا الانفجار ضمن التحويل والتحول الفيزيائي تشكل منه الأجرام السماوية المختلفة والسماوات والأرض نسأل إذا كانت هذه المادة الأولى قديمة لا علة لها لماذا حدث فيها الانفجار ما هو الذي سبب التفاعل في داخلها لأنه إذا قديمة لماذا لم يحدث هذا الانفجار من قبل حدث في ذلك الوقت المحدد قبل كم مليار سنة مثلا ما هو السبب يعجزون عن الجواب لابد إذا حدث انفجار أن يكون هناك شيء سبب هذا الانفجار وسبب هذا التغير في المادة وهذا البرهان يذكر في علم الكلام أن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث لذلك الله سبحانه وتعالى ليس بمتغير كما مر سابقا لأنه لو كان متغيرا استلزمت عدة محاذير من جملة تلك المحاذير أن يكون مسبوقا بالعدم ويعود الإشكال من جديد ولذلك الله سبحانه وتعالى ليس بمتغير صفاته الذاتية عين ذاته من غير تغير لا قبل الخلق ولا بعد الخلق وأما صفات الفعل فهذه ترتبط بأفعاله المتغير المخلوقات وليس هو الخالق فالإمام الرضا بعد هذا الكلام يبدأ في بيان حول صفات الله سبحانه وتعالى حيث أن أسماء بعض هذه الصفات مثل أسماء الصفات التي تطلق على المخلوقات عن أبو الحسن الرضا عليه السلام هذا الحديث الثاني من باب الفارق ما بين المعاني التي تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين عن أبو الحسن الرضا عليه السلام قال اعلم علمك الله الخير المعرفة من الله إذا نحن نعرف وجود الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي أعطانا الفطرة الله هو الذي أعطانا العقل ركب هذه الفطرة وهذا العقل ليسوقنا إلى وجود الخالق ثم أرسل الأنبياء ليثيروا دفاء العقول وبيانهم يكون إرشاد إلى ما دلت عليه الفطرة وإلى ما دل عليه العقل اعلم علمك الله الخير ولكن كيف يعلمك الخير بواسطة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وآله قال إني تاركن فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي وهذا الحديث متواتر رواهو الفريقان القرآن مع مفسر للقرآن الراسخ في العلم الذي يبين لك معاني معاني الآيات المتشابهة اعلم علمك الله الخير أن الله تبارك وتعالى قديم القديم يعني الوجود الذي لا بداية له ليس مسبوقا بالعدم لم يكن هكذا بحيث أنه لم يكن في فترة ثم كان كلا قديم هذا ما يعبر عنه علماء الكلام بواجب الوجود طبعا الالتزام بإصطلاح الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالتعبير بالقديم أولى من الالتزام بإصطلاح المتكلمين إن الله تبارك وتعالى قديم والقدم صفته هذه من صفات الذات بمعنى أن ذاته قديمة ليس بمعنى أن القدم صفة عارضة على ذات الله سبحانه وتعالى لأن ذلك يستلزم أن لا تكون الذات قديمة ويستلزم أن تكون الذات محل العوارض ويستلزم الاثنينية ويستلزم توالي فاسدة أخرى نحن لم نكن علماء ثم ندرس بمقدار ما درسنا وتعلمنا بذلك المقدار نحصل العلم وهذا العلم لم يكن ثم حصلنا هذا العلم ويمكن هذا العلم يزول لكن الله سبحانه وتعالى صفاته الذاتية ليست زائدة على ذاته بحيث أنه في مرحلة الذات يكون الافتقار موجود الله غني بل الصفة والقدم صفته صفته الذاتية زين كيف نعرف أن القدم صفته الذاتية يقول التي دلت العاقل على أنه لا شيء قبله ولا شيء معه في ديموميته ديموميته لا شيء قبل الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه إذا كان شيء قبله معنى ذلك أن يكون هناك زمان لم يكن الله سبحانه موجوداً وهذا مستحيل هذا الشيء الذي لم يكن ثم كان كيف صار هو الخالق؟ يستحيل أن يكون هو الخالق لأنه احتاج إلى من يوجده فلذلك العاقل عندما يفكر بعقله بالضرورة يرى أن هذا الوجود موجود زين السماء الأرض هذه العناصر يدركها بعلماً حضورياً يعلم بأنها موجودة أو علماً حصولياً بالضرورة وليس كالسوفاستائيين الذين ينكرون وجود كل شيء بأي دليل أنت موجود بأي دليل الآن موجود هذه أمور ضرورية الوجود أنا موجود أنت موجود هذه الأشياء موجودة هذه أمور ضرورية لا يمكن إقامة البرهان عليها لأنها قياساتها معها برهانها معها على كل حال هذه الأشياء لم تكن ثم كانت لم تكن ثم كانت انتقالها من العدم إلى الوجود هذا يستحيل أن يكون بدون علة وهذا ضرورة العقل يدل عليه فلابد أن يكون الخالق شيئا غير مسبوق بالعدم الذي أوجد هذه المخلوقات التي دلت العاقل على أنه لا شيء قبله ولا شيء معه في ديمومته نقول زيان مثل كلام بعض الفلاسفة أن الله سبحانه وتعالى كان من الأزل موجودا لم يكن له لم يكن يسبقه شيء لم يكن مسبوق بالعدم وفي الوقت نفسه هو علة لخلق الأشياء فالأشياء كانت موجودة ما يعبرون عنهم القديم الزماني يعني صحيح هذه السماوات والأرض مخلوقة لكن مخلوقة من الأزل هذا الكلام يستلزم عدة توالي فاسدة من جملة تعدد القدماء من جملة إثبات صفة النقص على الله سبحانه وتعالى أن لا يكون مختارا عدم الاختيار والفاعل المضطر هذا النقص والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص بعد ذلك مستحيل قدم الأشياء لأنها متغيرة والمتغير لا يمكن أن يكون قديما وقد ذكرنا فيما مضى تفصيل بعض هذه الأدلة على أنه لا شيء قبله ولا شيء معه في ديمومته يعني في أزليته فقد بان لنا بإقرار العامة معجزة الصفة يعني الصفة المعجزة القدم هذه صفة خاصة بالله يعجز أي شيء آخر أن يكون قديما والجميع يقرون بذلك بإقرار العامة يعني عامة الناس يقرون أن هذه السماوات والأرض هذه لم تكن موجودة ثم كانت فهنا يأتي البرهان وأما الماديون الجدد هؤلاء طوروا في إلحادهم وزعموا قدم المادة فبالبرهان الذي بيناه الذي هو حقيقته وجوهره برهان التغير وأن المتغير لا يمكن أن يكون قديما أيضا كلامهم وحجتهم تكون داحظة فقد بان لنا ظهر لنا بإقرار العامة يعني باتفاق جميع العقلاء معجزة الصفة يعني الصفة المعجزة يعني الصفة الخاصة بالله سبحانه وتعالى التي يعجز أي موجود أن يتصف بتلك الصفة وهي صفة القدم فقد بان لنا أنه لا شيء قبل الله ولا شيء مع الله في بقائه يعني الله سبحانه وتعالى الآن موجود ونحن موجودون أيضا لكننا لسنا شركاء لله في الوجود تقول الله موجود ونحن موجود هذا كمقدمة لبيان اختلاف المعاني وجود الله سنخه يختلف عن سنخ وجودنا لا شيء مع الله في بقائه وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شيء هناك بعض المذاهب الباطلة تعتقد بأن الله سبحانه لم يكن موجودا ثم كان زين نقول إذا لم يكن موجود ثم كان لا بد أن يكون له علة فتلك العلة أولى بالألوهية من هذا الشيء الذي لم يكن ثم كان كلامهم يتضمن تحافت يقول هو الإله هو الرب هو الخالق لكنه من قبل لم يكن زين إذا لم يكن فكيف صار الرب فكيف صار الخالق هو محتاج إلى من يوجده ذلك الذي أوجده هو الأولى بالألوهية هذه الفكرة فكرة عبدت الأصنام وعبدت البشر يرى أن هذا الشخص كان أمرود مثلا هذا لم يكن موجودا ثم ولد فيعتقد بأنه إله زين لم يكن ثم كان زين هذا اللي لم يكن ثم كان لماذا صار الإله لماذا أنت لا تكون إله ما الفرق بينك وبينه أنت لم تكن ثم كنت هو لم يكن ثم كان لماذا هو صار الإله دونك بل الصحيح أنه كل من لم يكن ثم كان الذي أوجده هو الخالق لا أنه هو يكون الخالق وهو الراب وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شيء وذلك الإمام يبين أنه لو كان معه شيء في بقائه لم يجز أن يكون خالقا له إذا هناك شيء مع الله من الأزل ذلك الشيء ليست له بداية فذلك ممخلوق إذا لم يكن مخلوقا فالنتيجة أنه الله لم يكن خالقا له وهذا محال لو تقول بأنه كان قبله شيء نقول ذلك القبل هو الأولى بالألوهية ولو كان قبله شيء كان الأول ذلك الشيء لا هذا وكان الأول أولى بأن يكون خالقا لماذا؟ للأول يعني لكونه أولا هذه اللام للعل هذا كمقدمة بيان أن الله سبحانه وتعالى كان من الأزل وليست له بداية لأنه هو الأول هو القديم ثم خلق الأشياء بعد ذلك من مخلوقات الله هذه الأسماء السميع البصير الخالق البارئ وهكذا هذه ألفاظ خلقها الله سبحانه وتعالى لأنه ذكرنا على الاسم غير المسمى لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأسماء؟ لحاجة الخلق إليها الله لا يحتاج خلق الخلق ليرحمهم طريق الرحمن يدعوه كيف يدعوه؟ لابد أن يكون هناك أسامي يحتاجون إلى تلك الأسامي لكي يدعو الله سبحانه وتعالى لذلك الإمام يقول ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء دع الخلق إذ خلقهم وتعبدهم وابتلاهم إلى أن يدعوه بها الإمام يذكر ثلاثة أدلة لاحتياجنا إلى هذه الأسماء والله سبحانه وتعالى من لطفه بنا خلق هذه الأسماء لحاجتنا إليها لا لحاجته فهو الغني المطلق إذ خلقهم الله خلق هؤلاء فهؤلاء عقلا يجب عليهم أن يشكروا المنعم كيف يشكروه أن يدعوه بأسمائه فاحتاجوا إلى أسماء لكي يشكروا منعمهم لكي يدعوا خالقهم إذ خلقهم هذا العل الأولى لاحتياج الناس إلى هذه الأسماء الله خلقها لأنه خلق الناس وهؤلاء يجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى وشكروا الله عن طريق دعائه بأسمائه هذا الأول إذ خلقهم وتعبدهم الله سبحانه وتعالى أمرهم بدعائه زيان الله أمرهم بدعائه أدعوني أستجب لكم كيف يدعونه يحتاجون إلى أسماء لكي يدعونه فالعل الثانية أن الله أمرهم فيجب عليهم طاعته ولكن الطاعة لازم تكون مقدورة لهم الله لا يأمر بشيء غير مقدور إلا إذا جعله مقدورا خلافا للأشاعر الذين يجوزون أن يكلف الله المخلوقات بما لا يقدرون يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بأنك لا تقدر على شيء فيجوز عقلا أن يكلفك بما لا تقدر أنت لا تتمكن من الطيران بدون آلة بدون وسيلة يأمرك بالطيران لا تتمكن من أن تطير ثم يعاقبك هذا الظلم هم عندهم لا هذا ليس بالظلم وهذا من عجيب الكلام الله سبحانه وتعالى أمر الخلق بما يقدرون زين أمرهم بدعائه إذا لا توجد أسماء كيف يدعونه لا يقدرون على دعائه فلذلك حتى يقدرون على دعائه ودعاؤه بصالحهم لأن الله لا يحتاج إلى دعائهم فلذلك لطفا بهم ورحمة بهم خلق تلك الأسماء ثم أمرهم أن يدعوه بهذه الأسماء وهذا الأمر يتمكنون من إطاعته هذا ثانيا وثالثا وابتلاهم الله سبحانه وتعالى يختبر الناس في الصعوبات هؤلاء في الصعوبات يتوجهون إلى الله ليدعوه ليكشف عنهم هذه الصعوبات فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين زين هؤلاء ابتلوا يريدون الدعاء لازم تكون هناك أسماء لكي يدعو الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء فلذلك هذا السبب الثالث لخلق هذه الأسامي لكي يدعونه حينما يبتلون بتلك الأسامي دع الخلق إذ خلقهم شكر المنعم واجب ولا يمكن شكر المنعم إلا بعد معرفته ولو بأسمائه وتعبدهم أمرهم بدعائه والله سبحانه وتعالى لا يأمر بغير المقدور إذا أمر شيئا جعله مقدورا لهم وابتلاهم ابتلاهم لصالحهم الإبتلاء أيضا ففي الإبتلاء ينبغي ويجب أن يدعوه كيف يدعوه إذا لم توجد أسامي لمصلحتهم خلق تلك الأسامي دع الخلق إلى أن يدعوه بها فسمى نفسه سميعا بصيرا قادرا قائما ناطقا ظاهرا باطنا لطيفا خبيرا قويا عزيزا حكيما عليما وما أشبه هذه الأسماء ذكرنا فيما مضى الآن بشكل مختصر نكرر ما ذكرناه في الماضي السميع يعني العالم بالمسموعات وليس كالسمع في البشر الأمواج الصوتية تدخل في أذن الإنسان تحرك الطبلة أمواج تحدث هذه الأمواج تذهب إلى الدماغ فالإنسان يسمع يدرك الأصوات لا يعقل أن يدخل شيء في ذات الله سبحانه وتعالى فالسمع في الله بمعنى علمه بالمسموعات بصيرا يعني علمه بالمبصرات قادرا لا يعجزه شيء قائما الله سبحانه وتعالى مهيما على الأمور وقائما بأمور الخلق ناطقا الله سبحانه وتعالى يخلق الأصوات فيتكلم عبر خلق الأصوات ظاهرا الله سبحانه وتعالى البراهين التي موجودة لإثبات ذاته وصفاته هذه براهين واضحة سنريهم آياتنا سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم باطنا يعني لا يمكن إدراك حقيقة ذاته وكنهه ولا يمكن عبر هذه الحواس أن تدرك الله سبحانه وتعالى وإنما بقلبك تعرف الله سبحانه وتعالى وهذه المعرفة درجات من المعرفة البسيطة أن تعرف وجود الله سبحانه وتعالى إلى المعرفة الكاملة التي هي معرفة الأنبياء والأئمة وهذه المعرفة أيضا قابلة للإزدياد باستمرار لأن الله غير محدود ولذلك يفيض معرفته على النبي وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام كما سيأتي في أحاديث كتاب بابل حجة لطيفا في الحلقة الماضية بينا معنى اللطيف علمه بالشيء اللطيف قدرته على خلق الشيء اللطيف الدقيق وكذلك بره لطيف بار بره بخلقه خبيرا يعني العالم بدقائق الأمور نحن نسميه واحد خبير الله سبحانه وتعالى خبير بأي معنى؟ بمعنى علمه بجميع التفاصيل قويا عزيزا يعني قاهرا حكيما له حكمة يضع الأشياء في موضعها عليما عالم بكل شيء بما كان وما يكون وما هو كائن وعالم بما لم يكن أيضا وعلم الله ليس له نهاية هذه الصفات بعضها صفات الذات مثل السميع البصير القادر الحكيم العليم العزيز القوي الخبير بعضها صفات الفعل مثل الناطق ناطق هذه من صفة الفعل إذا كان بمعنى المتكلم لأنه يرتبط بفعل الله وهو خلق الصوت وصلنا إلى هذا المقطع هنا الملحدون يتصورون أنه صار الثغرة يدخلون من هذه الثغرة لإلقاء شبهة هذه الأسامية التي ذكرت تطلق على الخلق أيضا الله سميع زيد أيضا سميع الله بصير زيد أيضا بصير الله قادر زيد أيضا قادر يلقون هذه الشبهة ولكن لا يعلمون أو يعلمون ولكن يعاندون أن شبهتهم أوهن من بيت العنكبوت فلما رأى ذلك من أسمائه القالون القالون يعني المبغضون المكذبون الذين يكذبون الرسل يبغضون الله ويكذبون رسله وقد سمعنا نحدث عن الله أنه لا شيء مثله ولا شيء من الخلق في حاله الله ليس له شبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني هذه الآية ليس كمثله شيء لا تصور أنه ليس كمثله شيء يعني ليس بسميع ليس ببصير لا وهو السميع البصير هنا أجوا يطرحون الشبهة قالوا أخبرونا إذ زعمتم أنه لا مثل لله ولا شبه له كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى يعني في كثير من تلك الأسماء لكن هؤلاء المبغضون الملحدون المكذبون عندما يطرحون الشبهة يزخرفون الشبهة وينفخون في الشبهة نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أن ليس كل الصفات التي هي صفات الله سبحانه وتعالى يجوز إطلاقها على المخلوقين بعض الصفات تطلق على الخالق فقط بعض الصفات تطلق على المخلوق فقط وبعض الصفات كالرحيم كالملك كالسميع كالبصير تطلق على الله وعلى الخلق لكن هذا اللي صاحب الشبهة دائما يحاول النفخ في شبهته زخرفة الشبهة طرحها بألفاظ متنطنة لكي يسلب عقول السذج وهذا الدأب يعني أنت عندما تشوف الشبهة تنطرح الشبهة دائما مزخرفة حولها ضوضاء مزوقيها بألفاظ جميلة جدا تخدع الناس عندما تذهب إلى واقعها تجد الواقع أوهن من بيوت العنكبوت مثل الآن بعض البضاعات الاستوك حسب التعبير البضاعات التي لا قيمة لها ترى التعليب تعليب خلاب تعليب يسبب أن الإنسان يخدع بتلك البضاعة يتصورها بضاعة جميلة جدا لأن التعليبها تعليب جميل جدا يشتري تلك البضاعة بعدين يراها أنه قد غر وقد خدع الشبهات كذلك الشبهات عادة المغالطات استعملون فيها الألفاظ الخلابة كذلك هنا كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى في أسمائه الحسنى فتسميتم بجميعها هذا النفخ في الشبهة زيان فهذا الدليل على أنكم مثل الله هذه الشبهة هكذا تقول الله سميع أنت هم سميع فأنت مثل الله كيف تقول ليس كمثلي شيء قيل لهم في الجواب الجواب على ذلك اللافظ واحد لكن المعنى يختلف وهذا ما ذكرناه في الحديث الماضي وفي هذا الحديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبين أن الشباهة والشركة يجب أن تكون في المعنى والله في ذاته وفي حقيقته لا شبيه له ولا شريك أما الأسامي ليست هي الله ومعنى الأسامي مختلف اسم واحد لكن له معنيان حقيقتان الحقيقة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى تختلف عن الحقيقة المرتبطة بالمخلوقات الآن بقية الحديث فيه تفصيل إن شاء الله سنذكره في الحلقة القادمة لأن الإمام عليه الصلاة والسلام يأتي ويذكر هذه الصفات واحدة واحدة السميع العليم كذا كذا ويبين اختلاف المعنيين المعنى الذي في الله سبحانه وتعالى والمعنى الذي في المخلوقات هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة